خليفة عايزة اسمع رأيك طيب يعني أنا عايزة أتكلم على إنبي ومش عايزين يعني نبخس حقهم لا 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 خالص أنا محضر يعني عجاب كتير بس إتنا عايزة تتكلم عن أوسوريو هنتكلم فنان كثيرا عن مباراة الأمس بس أنا بتكلم على أوسوريو في حد ذات عشان ده برضو السؤال بدأ يتبدأ هو محتاجين نجاوب نسأل سؤال أوسوريو جزء من المشكلة ولا جزء من الحل هو أعتقد لو حطينا إيدنا على الإجابة دي هنستقر أنت شايف إيه أنا شايف إن هو جزء من المشكلة جزء من الحل في نفس الوقت إزاي حقول لك جزء من المشكلة أسوريو أنا بحس إن عنده مشكلة في زمالك إن جيه في وقت فوضى الرجل تلات مرات انطرد من الفندق ورجعوه ودفعوا الفلوس وحاجات زي كده إحساسه بالنادي مش حقيقة قيمة النادي فده مخليه أشبه بيعمل مغامرات وتجارب محتاج متقعة معاه من الإدارات الجديدة والحاجات اللي زي دي يشعر إن هو بقى في نادي مش في فوضى فيحس فعلا إن وقت التجارب انتهى ومحتاج يتدرس جيد أنا برضو ما شفتش مدير فني أجنبي يبقى معاه مساعد واحد ودي حاجة فيتدرس هل هو محتاج مساعدين معاه ولا لأ دي نقطة مهمة جدا برده أحكمل لك كمان يبقى برضو خطته للتدعيم الفريق عاملة إزاي هو اختراحاته عاملة إزاي واللي بداه إن مجلس ما يشوف الأسماء اللي هو بيختارحها والمجلس يرجع يعمل تشيك تاني عليها عن طريق ناس للسكاوتينج والكلام ده فيعرفوا الراجل ده هل هو ثقة إن هو يقدر فعلا أنا أصخ فيه إن هو يصير الشحل الصفقات وكذا ولا مثلا حنبقى أشبه بأن احنا نجيب سامسون برو ماكس يعني هالفكرة في كده ولا الراجل مثلا يختار عليها لعب واتنين وارجع أنا عندي طبعا نادي الزمالك مليان بناس عندها وجهات نظر وتعامل مع شركات وتعامل مع العالم حتى أنا حتى لو مش جوا نادي الزمالك أروح لبرة وجوه وأسأل وأتكلف مديا في سبيل تقييم الصفقات دي ومن سبيل اختراحات المدرب ده أنا ممكن أعرف خطته لتطوير النادي عاملة إزاي وأيس عليها دي بقى وأشوف خطته كمان للمستقبل كأنني بعينه من جديد خطته دي وفي نقطة بس في أوسوريو التشكلات الكتير اللي بيعملها والتغييرات أنا متفق تماما أن هي في مشكلة وكانت في مشكلة بعد مبارات سموحة أنه يغير التغييرات دي ولو كان فيه تغيير مطلوب بعد سموحة هوا ما عملوش لو كان فيه تغيير مطلوب في ماتش إيم بمقارنة بمبارات سموحة كانت الفكرة أن أنا كان ممكن أريحش كبالة للصالح سيف الجزيري واستخدم أوباما كشادو سترايكر كان ده التغيير اللي مطلوب ما كانش التغيير مطلوب لها في الدفاع ولا مطلوب حتى في الوسط أنه غير تركيب الوسط ولكن برضو أنا دايماً بقولي إذا مالك بامتلك اتنين لعبة دولين بس في قيمته هل سبق للرجل أنه اخترع واستبعد زيزو وفاتوح هم متحين أو أدخل مبقوا مصابين الرجل بمعنى تاني لو عنده لعب كويس ما بيتخلاش عنه بس يا الفكرة كلها أننا عاديين نقيس وننتقد في لعبة في تبديلات اللي هم في النهاية كلنا عارفين أنه هم قريبين أو من بعض يعني إحنا بنتكلم في الزناري محمود علاء محمد عبدالغاني حسن عبد المجيد المسلوسي لا المسلوسي سابت معاه يعني هو ممكن المرش الوحيد اللي لعبه الشوت بتاع البنك الأهلي وكان من أخطاءه برضو أنا فكرة ما بدافع عن أسوله كتير مش بما كانوا عندهش أخطاء يعني كانت مثلاً أعدان المسلوسي في الشوت الأول من البنك الأهلي ده أخطاء فس هو مثلاً فتوح زيزو المسلوسي دائماً بيعتمد عليهم إنما اللي أربع خمسة اللي حواليهم هو مفيش حد ممكن من جمهوري زي ما لكم عملت استفتاء كده مين أحسن مساك في دول محدش حديك رأي أساسي اللي هو اللي بيلعب حيبقى وحش واللي هتعديك حيبقى حلم فسأ الفكرة في إيه؟ هو موضوع بسيط خريفة مشت معايا بالتشكيلة دي هل هي مشت فموتش سموحة على مستوى الدفاعي كان جيد؟ يعني سموحة بحققاش خطورة؟ لا كلنا متفقين إن سموحة هو خسران خمسة وهو خسران ثلاثة حتى جاب جون وكان يقدر يجيب التاني فأنا قصدي ممكن هو الراجل ما كانش راضي عن الأداء الدفاعي في مباراة سموحة مش معنا كده وهو عمل تغييرات يمكن تغرقت للأسوأ بس أنا قصدي هو ما كانش وصل للتوليفة اللي هي هو الزمالك فاز على سموحة خمسة واحد تمام؟ بس كان ممتع غير مقنع فيه إمتاع بس ما فيش إقناع فرقة الكورة بيبقى دايما فيه حاجتين يا كريم ممتع أجيب إجوان وأعمل خطورة مقنع إن أنا فريق سلد ببقى حاسس في كل لحظة إن أنا صعب يجي فيها جود الزمالك مقدمش دفع مباراة سموحة فأنا قصدي إن الراجل يحاول غير من التركيبة الدفاعية دي حتى دي ممكن تتفهمها في ظل الأداء الدفاعي في الزمالك في لقاء سموحة ما كانش أفضل حاجة يا سموحة جاب جون وضع اتنين صح على الأقل يعني صح فأنا قصدي إن آه الناس شافت إن كان لازم نثبت التشكيل بعد مباراة سموحة بس أوراة سموحة ما كانش أفضل شيء ممكن كانت أفضل شيء على مستوى جمالي الهداف والحاجات الجميلة دي بس ما كانت أفضل شيء على مستوى الأداء الدفاعي هو الغاية دلوقتي على فكر الزمالك لم يقدم مباراة واحدة دفاعية من أول الموسم بشكل رغم مثلاً إحنا حنقول إن أرطا سولار ده فريق درجة تانية في مصر أو حطرنه فريق درجة تانية بس هذا أقول لك إن بروكسي نفسه سجل في الزمالك هدفين يعني اللي هو في درجة تانية اللي هو درجة تانية اللي هو درجة تانية تبقى ليفل ثري يعني فأنا أصدي إن الزمالك طب هنا السؤالة خليفة أنت كمدير فني لازمتك إيه لما أنا كل مباراة بيجي في أهداف بصورة متكررة وشبهة متكررة بنفس الطريقة اللي بلعب بيها باختلاف الأسماء إمتى هتغير التشكيل بتاعك أو طريقة لعبك هو ده لنا بسأل أو في وقت فريرة اللي هو مدرب متحفص جداً وكان بلعب بتلاتة وبلعب بخمسة والفريق ما كانش بقدر يخلق خطورة كبيرة برضو زمالك كان بيستقبل يعني زمالك خسران ماتش إمبي لو أخر لقاء محلي من فريرة أنا أصلي أن التشكيلة دي لم تقدم صورة دفعية ولا هجومية جيدة أوي مع فريرة أنا عشان أروح لفاصل أه عشان أروح لفاصل في الخلاصة أنت بتقولي أن المشكلة غالباً مش تكتكية أو فنية مشكلة لها علاقة بالأفراد اللي محتاج فيها تطوير محتاجين زمالك محتاج أفراد ومحتاج أسوريو يتقعد معاه عشان يشوف خططه للمستقبل ويشوف اقتراحاته ويتقيم إذا كان قادر أن التعديلات اللي يعملها دي تنتج فريق زي ما أحيانا بيكون منتع حيانا بقى اللي يبقى بقنا على طول الدوام الدور المصري اللي بيكسابه وكريم الفرير بقى عفيدة يا فعل